نحن نحن الآن في مدينة جميعاً، بما في حياة الولايات المتحدة وفي حياة الولايات المتحدة هذه المدينة الولايات المتحدة يمكن أن يكون مدينة مجموعة من كل الناس في كل مكان باريز 10 ديسمبر 48 وتسعمائة وألف أعلنت إليانور روزفيلت عن الاتهاء من صياغة وثيقة دولية تضمن حماية حقوق الإنسان بمختلف أسقاع العالم فبعد مئات الاجتماعات والمفاوضات، خرجت لجنة حقوق الإنسان التي ترأستها إليانور بوثيقة دولية ضمت 30 فصلاً وكانت بدايتها بالتأكيد على أن جميع الناس يولدون أحرار المتساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء الآلان عن هذه الوثيقة لم يكن وليد اللحظة فمفهوم حقوق الإنسان أخذ قروناً وحضارات ليتطور فسابقاً كانت الحقوق والحريات مقتصرة على من يملك القوة ليبقى الإنسان البسيط تحت الأقدام ومجرد عبد لأصحاب الثروة والسلطة وذلك إلى حدود سنة 539 قبل الميلاد وأول وثيقة لحقوق الإنسان تم اكتشافها فمنذ فترة الأمبراطور سيروس العظيم 5 قرون قبل الميلاد الذي أعلن على إثر غزوه لبابل عن أن جميع العبيد أحرار وأن الناس لهم الحق في اختيار ديانتهم وصولاً إلى اتفاقية برلين في 1855 واتفاقية بريكسل 1890 واتفاقية باريز 1904 واتفاقية لاهاي 1912 ثم اتفاقية لندن 1914 كلها أثثت لحماية حقوق الإنسان ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولى وبعدها الحرب العالمية الثانية أبرز ضعف هذه الاتفاقيات والمواثيق التي ذهبت أدراج الرياح وشهدت الإنسانية مجازرة وانتهاكات لحرمة الإنسان وكرامته حروب خلفت الدمار خلفها والرعبة في نفوس الناس مع مقتل أكثر من 60 مليون شخصاً في العديد من البلدان حالة اليأس هذه التي وصلت إليها الإنسانية والخوف من حرب عالمية ثالثة تتسبب في انقراض البشر من على وجه هذه الأرض دفعت الأمم المتحدة التي تأسست في سنة 45 وتسعمائة وألف بعد فوز الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى العمل جاهدة من أجل ضمان السلام والعدل في العالم الأجمع فألقيت مهمة ضبط نفاق حقوق الإنسان على لجنة خاصة تتكون من 18 عضواً وترأستها السياسية الأمريكية وزوجة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلد إليانور روزفيلد هذه اللجنة واجهت العديد من الصعوبات ومفاوضات مطولة حول مفهوم حقوق الإنسان ما هي وكيف يقع ضبطها ليقع في النهاية الاتفاق على أنها وببساطة الأشياء والحريات التي تملكها ويعترف لك بها لمجرد أنك إنسان وأنه لا بد من الإيمان بهذه الحقوق والحريات الأساسية وبكرامة الفرد وقدرته 65 سنة مرت على هذه الوثيقة التي تضمن الحق في الحياة والحرية والسلامة والمساواة والتنقل والزواج والتفكير والتعبير عن الرأي والدين وثيقة تضمن الحق في الصحة والتعليم والعمل والراحة والتغذية والمسكن وغيرها من الحقوق التي صادقت عليها الأمم المتحدة ودول العالم 65 سنة مرت ونرى اليوم الحروب الطائفية تعود بقوة ونرى المجازر تقضي على مجموعات بشرية كاملة والمجاعة تكتسح بلدانا وتقضي على 16 ألف طفل يوميا ليتوفى طفل كل خمس ثوان من الجوع والعطش وأكثر من مليار راشد لا يستطيع القراءة والكتابة بسبب الفقر بينما لا زال أكثر من 27 مليون شخصا مستعبدا وهو عدد أكبر من عدد العبيد قبل ثلاث قرون 65 سنة مرت وحقوق الإنسان لازلت حبرا على ورق في أقطار عديدة 65 سنة وقد فقد العالم مدافعين شرسين عن حقوق الإنسان أخرهم الزعيم الأفريقي نيلسون منديلا سنوات وعقود مرت ولا زالت الإغتيالات من أجل الأفكار تتصدر أعمدة الصحف سنوات مرت ولا زالت الطفولة تعاني مظاهر كالاغتصاب والفقر والأمية والمرأة تعاني العنف والإقصاء سنوات تحتاج إلى نظال حقيقي من أجل حقوق الإنسان فعلا وعلى أرض الواقع اشتركوا في القناة